في موقف أردني بحريني مشترك أكد جلالة الملك عبد الله ثاني وجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البحرين على مركزية القضية الفلسطينية وأهمية تكثيف الجهود من أجل تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين وفي مباحثات عقدت في العاصمة البحرينية المنامة أكد الزعيمان أهمية تعزيز العلاقات الثنائية ومواصلة توسيع التعاون في شتى الميادين كما أكد أهمية استمرار تنسيق الجهود في الحرب على الإرهاب بهدف الحفاظ على الأمن والاستقرار وتطرقت المباحثات إلى تطورات الملف السوري إذ بينا جلالة الملك دعم الأردني لجهود الحفاظ على سيادة سوريا واستقرارها ووحدة أراضيها وشعبها